موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات الأمراض التي تخص العظام كثير من الناس اللي بيترددوا على عيادة العظام بيجي بشكوى والله جسمي كله أو عضلات جسمي كلها بتنقح علي أو حاسس والله عظمي كله بضرب علي يعني جسمه بالكامل مفاصلي يا دكتور والله بتقالمني مفاصل إيدي رجلي رأسي رقبتي أسفل ظهري لما يجيني مريض بالشكل هذا على طول مباشرة أنا بأشك أنه يكون عنده نقص في فيتامين دال وأيضا كمان ممكن يكون عنده نقص في فيتامين بي 12 طيب هالأشياء هذه كيف بنعرفها على طول مباشرة نعمل تحليل بنجد أنه مثلا نقص في فيتامين دال طيب ما هو العلاج؟ يعني في أكل أو مأكلات كثيرة فيها فيتامين دال لكن هل هو يصل إلى الكمية الكافية لأجل أنه والله يعوض تعويض المريض بحيث أنه يتماثل إلى الشفاء أنا بأقولكم ما زال لحد الآن لا يصل إلى مستوى الشمس الطبيعية خاصة في بداية النهار اللي هي موجود فيها ما يسمى بالألترا فيولت ريز اللي هو أشعة فوق البنفسجية أو الأشعة اللي فوق البنفسجية اللي على طول مباشرة تسقط مباشر على الجلد وبتحفز فيتامين دال الغير نشط اللي موجود تحت الجلد بحيث يبدأ نشط ومن ثم يدخل في عملية أيض الكالسيوم أي الاستفادة من كميات الكالسيوم اللي موجودة في داخل الجسم بحيث والله لأنه الكالسيوم مهم للعضلات والعظام والأعصاب عشان هيك المريض بيجيني بقول لي والله ما جسمي كله حاسه بآلمني عضلاتي كلها بتنقح علي عظمي كله حاسه أنه فيه ألم مفاصلي كلها بتدايقني ليش؟ لأنه إيش؟ بخش في كل الأشياء هذه في العضلات والعظام والأعصاب فلذلك الحل المباشر تعرض المريض إلى الشمس وخاصة الشمس الصباحية إلى الساعة 12 الظهر لأنه بعدها لن يستفيد من أشعة الشمس طيب لنفترض المريض بتعرضش وغالب الناس للأسف الشديد بتظل من الساعة 7 الصبح في العمل إلى الساعة السابعة مساء طيب شو الحل؟ الحل أنه نعطي دواء اللي هو ما يسمى بفيتامين دي ثري هذا هو في الحبوب وفي الأمبولات أو الإبر الإبر ممكن أنه ياخدها في العضل وممكن أنه يكسرها ويشربها طبعا الجرعة الأولية لما يكون عنده نقص في فيتامين دال الجرعات الأولية عبارة عن 6 إبر كل أسبوعين بضرب إبرة في العضل هذا أولا ومن ثم بعد الثلث الشهور الأولى من العلاج وأخذ الدواء بيصير كل شهر ياخد أمبول تمام؟ وبالنسبة لفيتامين بي 12 أيضا يعوض بالأمبولات بي 12 أو فيتامينات بي المركبة سواء بي 1 بي 6 بي 12 هذه كلها مهمة وخاصة للأعصاب فلذلك تعطى في العضل كل يوم أو كل يومين فترة أسبوعين أو 3 أسابيع إلى أن يتمثل المريض إلى الشفاء وجزاكم الله كل خير